بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله اليوم راح نتكلم في هذا الدرس عن المركبات معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي طبعا المركب هو عبارة عن المادة الناتجة عن ارتباط تفاعل نوعين أو أكثر من الآيونات أو أكثر من الذرات مثل ملح كلوريد صوديوم NAS1 فهو طبعا مركب ناتج من التحام الكلور مع الصوديوم وهذا المركب إذا أذيب حصل له إذابة في الماء يتفكك إلى آيونات الكلور سالبة الشحنة وأيضا آيونات الصوديوم موجبة الشحنة الكهربائية وبالتالي يتكون المحلول الإكتار ويلتي وهو محلول موصل للتيار الكهربائي والمركب الكيميائي الذي يتفكك في الماء مكونا آيونات الهيدروكسيل OH يسمى قاعدة أو قلوي مثل هيدروكسيد الصوديوم NAOH وهيدروكسيد البوتاسيوم KOH أما إذا تفكك هذا المركب الكيميائي منتجا آيونات الهيدروجين H زائد يسمى هذه الحالة حامض مثل حامض الكيبريتيتك الكيبريتيتك والهيدروكلوريك والنيتريك وجميع الأحماض المعروفة لدينا طبعا أتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس البسيط عن المركبات أو تعريف المركب أو الاندماج التركيبي للمركبات إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم في درس ثاني بسيط وسقير إن شاء الله